انتقل إلى الدكتور مكرم رباح الباحث والكاتب السياسي ورحب بك من جديد دكتور مكرم سؤالي إلك بالفيديو أيضا الذي انطلقت منه الحلقة يقول أرسلان لباسيل إذا بيتطبق الميجا سنتر نصف أصوات الجبل صارت عندك تقريبا هل يملك من هذه الوعود شيء برأيك طلال أرسلان؟ 28 ثانية من هذا الفيديو كان كافيا لإظهار حقيقة ما هو طلال أرسلان فهو في آخر المطاف دميا أو حصان ترواضة يستعمله جبران باسيل وثم حزب الله إن ما تعرض أو ما قدم له أستاذ فيصل دميا؟ هكذا توصفه دميا؟ أليس هو أحد الزعماء الدروز البارزين حاليا في لبنان؟ أن الزعامة الأرسلانية أو بيت أرسلان هم الزعامة ولكن أداء طلال الأرسلان السياسي وتأمره على أبناء طائفته لسيما فيما حدث في قبر شمون وهو قال له ستحصل مش سنحصل هو لا يعتبر نفسه شريك بل هو تابع وهو وضيع وضعيف أما مقاربة الأستاذ فيصل قد يكون بأن أستاذ فيصل لا يقارب السياسة الحالية من أسلوب تاريخي كونه لا يستعمل التاريخ كأداة ولا يقوم بتأجيج الحاضر عبر العودة إلى الماضي ولكن بس هو معه حق التاريخ تغير شوف حزب الله بهذه الحق بما كان في شيء اسمه حزب الله مثلا صحيح لكن جبران بسير وكان هناك في هذلك الوقت الغزو المصري لبلاد الشام وقد تأمر بشير الشهابي مع والي مصر ضد الجملات وقام بإعدام طب ما بيهمنا كتير نرجع بالتاريخ نحن بس هي كانت مقدمة للحديث لكن أريد أن أؤكد بأن جبران بسير يشبه نفسه بعظماء التاريخ اللبناني إن كان بشير الشهابي أو كميل شمعون ويقول بأنه هو قوي إن كان هو قوي لماذا لا يقوم بانتخابات شفافة ولا يقوم بإنشاء أنواع من تحالفات هجينة أو حتى القيام بنوع من الأنزمة الانتخابية المسخ في آخر المطاف ما تقدم به أستاذ فيصل لا أعتقد أن بفلندا يقوم الشخص الذي يسكن في العاصمة بالتصويت في القرية أن الشخص يقوم بالتصويت في المكان الذي يدفع فيه الضرائب أما محاولة جبران بسير وحزب الله بخلق هذا القانون ليضمنوا بأن حليفهم المسيح المروني سيصل إلى قصر بعبدة هو محاولة أو دربة استباقية لحماية نفسهم وحماية سلاحهم في المواجهة القادمة بينهم وبين اللبنانيين وبين المجتمع الدولي أما هذا الهفوة على الكاميرا أو تحت الهواء أثبتت بأن هناك هاجس أساسي وهو إخضاع وليد جملات وأن وليد جملات ورهانه على الدروز ورهانه على السيادة وعلى اللبنانيين هي التي جعلت منه منتصرا في المواجهة التي حصلت بينه وبين حزب الله أن جبران باسيل وطلال السنين هم مجرد كومبارس أو ممثلين وكما يقال هذا الفيديو كما يقال بالعامية الله كبير قد فضحهم على الهواء وهناك نوع من استهزاء وصخرية إن كان من الأمير الصغير أو حليف جبران باسيل فهم دكتور مكرم شو رأيك باللي يتفضل فيه رأيي من الأجدار أو من الأرفع بدأني من نقطة الاعتراض الوليد بيك على موضوع الميجا سنتر وبالنسبة لعدد المسيحيين والدروز وهو الخاسر من هذه المعادلة لا يجب أخذ موضوع الانتخابات خارج إطاره السياسي إن القانون ليس قانونا نسبيا وأن هذا الترويج أو السردية بأن هذا قانون منصف هو ضرب من الخيال إنما القانون الذي تم الاعتماده في الانتخابات الماضية هو قانون هجين وهو يسمى قانون أرتوديكسي مقنع وهو أولا وأخيرا قد وضع لتأمين تيطرة حزب الله على الطائفة الشعية وأن قوة حزب الله تأتي ليس من شرعيته الانتخابية بل من سلاحه وسلاح الحالة السوري الإيراني أن الحديث عن الميجا سنتر بأنه يضع الانتخابات في إطارها الطبيعية هو نوع من الجنون كون القانون النسبي نفسه لا يعطي فرصة واضحة وهو محاولة تطويق وليد جملات ومن هنا كان رفض وليد جملات ورفض حتى سعد الحريري والقوات اللبنانية لفكرة الميجا سنتر لا يجب علينا وضع وليد جملات ضمن الإطار اللبناني فقط وليد جملات ليس زعيم درزي هو زعيم الدروز في المنطقة وماذا يحصل الآن ليس فقط بسبب مقعد أو مقعدان هو بسبب موقف وليد جملات الوطني العروبي في السويداء وموقفه من كل الصراع في المنطقة ورفض أن يجز الدروز في حلف الأقليات وهو يقوم عبر التنصيق مع روسيا ومع الغرب بأن يضع حد للانتشار الإيراني في سوريا قال لك أستاذ فيصل أن حسابات وليد بيك كانت خاطئة وخسر كل الأوراق التي لدي وليد جملات في آخر المطاف هو أحد الرجال السياديين في لبنان وهو أحد المحررين لبنان من الوجود السوري بالرغم من أن ما ذكره الأستاذ فيصل بأن تاريخيا كان حليف سوريا هو كان حليف حافظ الأسد في مواجهة دولية وحرب باردة أما ما نراه الآن في سوريا وليد جملات وقف إلى جنب الشعب السوري وليس إلى جنب التغاط وهو يقوم بمحاربة كل أزلام سوريا وإيران في لبنان علما بأنه هو في حالة مهدنة مع حزب الله وأعتقد أن في آخر المطاف حزب الله لم يكن يريد أن يحشر وليد جملات ولا يريد أن يضع الدروز أن وليد جملات هو الزعيم الدرزي الأوحد في المنطقة ومحاولة تعويم أو خلق هؤلاء الزعماء التيوانيون كما يقال أو التقليد كفيصل الداود وكل هؤلاء الأشخاص هم في آخر المطاف محاولة لتطويق الدروز وتطويق كل الأطراف السيادية اللبنانية منها المسلمة والمسيحية بشكل موضوعي دكتور مكرم أمام كل ما يحدث كل ما يحدث هذا اللي تفضلت به وموقف جملات الذي يدفع ثمنه حاليا هل يمكن كسر هذا البيت الجملاتي برأيك؟ قد حاول العديد من الأشخاص بموضوعي من الأيام العثمانيون والممليك كلا لا يستطيع أحد أن يمس البيت الجملاتي والدروز بشعره كون الدروز وشرعيتهم تأتي من اندماجهم في محيطهم أن ولي جملات حريص كل الحرص على إبقاء هؤلاء الدروز في محيطهم العربي وهو يرفض محاولات الشعوبية الحديثة ومن هنا لا يستطيع أحد القضاء على الدروز الدروز هم مكون أساسي كما هم كما الموارنة والسنة والشيعة وفي آخر المطاف أن الدروز يردون المواطنة ويردون العدالة الاجتماعية كما طالب بها كمالجملات ويطالب بها الحزب الاشتراكي ونظريا حزب الله يطالب بهذه الأشياء ولكن في نفس الوقت سلاح حزب الله خارج الدولة لا يسمح بنشوء دولة القانون ولا يسمح حتى بإصلاحات انتخابية كل الحديث عن الإصلاح سياسي وإصلاح انتخابي بيظل استعمال جبران باسيل وحلفاء حزب الله لسلاح حزب الله في الداخل اللبناني يضعف حزب الله كحركة مقاومة وإذا حزب الله تحت ضرورة أن ينزع سلاحه أو يعود إلى لبنان من العراق ومن سوريا ومن اليمن شكرا دكتور مكرم بدقيقة كنت أتمنى لو استيس فيصل يطبق شعاراته الرنانة على حسن نصر الله فهو يعتبر أن حسن نصر الله ونصره الإلهي يأتي من الله ولا يأتي من نضال شعبه أن محاولته تصوير هذا الصراع بأنه صراع نيابي وصراع سياسي بين الدروز هو قمة التضليل كون هذه المواجهة هي مواجهة إقليمية أولا وأخيرا وكل شيء يجري الآن هو سماح لجبران باسيل بأن يلعب في الوقت الضائع إلى حين قيام حزب الله بمحاولة كما حصل في سبع أيار لتطويق وإخضاع كل القوى السيادية منها وليد جملات وسامير جعجع شكرا لك على مشاركاتك معنا دكتور مكرم ربح البحث والكاتب السياسي كنت معنا وبشرة من بيروت شكرا لأستاذ فيصل عبد السيد الكاتب والمحلل السياسي شكرا لتوني بولوس مراسل أوريانت نيوز والمحلل السياسي من بيروت عبر سكايب شكرا لأستاذ خليل مرداس الصحفي من بيروت كان معنا أيضا عبر سكايب شكرا لك ولك المشاهدين على طيب المتابعة غدا إن شاء الله حلقة جديدة وتفاصيل جديدة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة